اهلا بكم مرة تانية وجايين لكم باخبار قوية النهاردة وبروكليسنر هيكون مشارك في عرض داي وان لو يهمك الموضوع كامل الاخر علشان تعرف كل حاجة طبعا بقى انتو عارفين ان ريك فلير كان عايز يلعب اخر مواجهة في تاريخه ولعبها بالفعل والمواجهة دي كانت الزوجية جايلي سال وجيف جريت اللي كان طبعا حكم لمواجهة القصص قدام لستريت بروفيتس قدام ريك فلير واندرادي زوج ابنته شارلوت فلير طبعا طبيعي ان المواجهة دي مقامة علشان تكون اخر مواجهة لريك فلير وطبيعي انه هو يفوص في المواجهة دي بالفعل فاز ريك فلير وطبعا زي ما كان طالب من اصدقائه انهم يحضروا بالفعل حضر ميك فولي وبريت هارت وكمان عد وقاعة المشاهير اندر تيكر وطبعا في المواجهة دي ريك فلير اصاب في دماغه اصابة جمدة جدا يعني مواجهة زي دي كانت خطر جدا خصوصا في السن اللي هو فيه طبعا انتو عارفين ان الهدف من عودة كودي روتس في القصف هي ان هو يواجه رومان رينز وطبعا كان واقت سيس رولنز سلمة علشان يوصل لرومان رينز لكن للاسف عرض هيلين اسيل طبعا زي ما انتو عارفين اتصاب وابتعد عن عالم المسارعة تلع بقى كودي روتس في مقابلة حديثة عن اي عرض هو عايز انه يرجع فيه وطبعا بقى اشار الى المعركة الملكية طب ايه هي المعركة الملكية اكيد رويل رامبل قال ان رويل رامبل هي انسب مكان علشان يعود فيه وطبعا اكيد كلكا عارفين ان كودي روتس هيعود في الرويل رامبل وهيفوز بيها وقلنا الكلام ده قبل كده قال بقى لان عرض رويل رامبل انا قادر منه ان اكون من الخمسة الاوائل طب يعني ايه بقى الخمسة الاوائل علشان تواجه البطل لازم يكون ليك تصنيف عالي علشان تقدر تواجه البطل طبعا دي كانت مواجهة حديثة مع كودي روتس وطبعا اشار تاني انه هو هيعود في عرض رويل رامبل طبعا الاتحاد بقى خلاص خلص عرض سمر سلام وبيجهر نفسه للعرض اللي بعده وهو كلاش ادزا كاسل طبعا الاتحاد اول ما انتهت مواجهة بروكل سمر رومان رينز بساعات نزل البوستر ده طب الكلام ده معناه ان الاتحاد كان محضر ان رومان رينز يفوز على بروكل سمر علشان مواجهة رومان رينز قدام درو مكنتاير كان متحضر لها من وقت طويل وطبعا هم كانوا ابطال البوستر السابق طبعا الاتحاد معتبر ان عرض كلاش ادزا كاسل من اكبر العروض الاوروبية اللي اتعملت في السنوات الاخيرة في شيء مش عجبني في بنية العداوة دي هل شيء قوي علشان بعد ما يفوز عليه درو مكنتاير ينتقل على طول علشان يواجه رومان رينز يعني بصراحة العداوة دي كان المفروض يتحضر لها اقوى من كده لان لسه في وقت كبير على كلاش ادزا كاسل طبعا كان ممكن يعملوها تصفيات ولي يفوز يواجه رومان رينز لكن هم عملوها بكل تفاهة درو مكنتاير يفوز على شيمص يتأهل لمواجهة رومان رينز رومان رينز بقى بعد عرض سمر سلام حقق ارقام قياسية جديدة طب ايه هي بقى الارقام دي كده رومان رينز بقى اكتر واحد يحمل لقب يونيفرسل الشامبيان قعد به سبعمائة يوم طبعا هو اطول بطل خلال اخر خمسة وتلاتين عام طب يا ترى بقى ايه هو الرقم الكياسي التاني اللي رومان رينز عمله رومان رينز هو المصارع الوحيد اللي فاز على بروك ليسنر اربع مرات متتالية طب ايه هما الاربع مرات دي فاز عليه في سمر سلام 2018 وفاز عليه في عرض كراونجور اللي كان في السعودية وفاز عليه في راسل مينيا 38 وطبعا لسه فايز عليه في عرض سمر سلام لما كانت المواجهة يعني من الاخر كده رومان رينز اهام بروك ليسنر جدا طبعا بقى بعد ما شفنا ان بروك ليسنر بيحيل جماهير وهو لابس القبعة بعد نهاية عرض سمر سلام الناس بدأت تفكر هل دي نهاية بروك ليسنر خلاص خصوصا بعد تقاعد فينسي مكمان في الحقيقة بقى ان بروك ليسنر هيكون مشارك في عرض داي وان لان البوستر الرسمي اللي عرض داي وان اللي متصدره الوحش بروك ليسنر طبعا دي حاجة كويسة جدا هل بروك ليسنر هيعود علشان يواجه رومان رينز مرة اخرى طبعا ده هيحصل في حالة واحدة بس لو كان في مشاكل في الاتحاد في وقتها لكن لو الدنيا فضلت ماشية تمام كده زي دلوقتي فبروك ليسنر هيدخل في عداوة تانية وبكده تكون تات اخبار من النهاردة تحياتي لكم من قناة اهم اخبار الWWE اشتركوا في القناة